يواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدة الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفي هذا الإطار استقبل المطار اليوم خمس طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدة الإنسانية والإغاثية المتنوعة لصالح أهالي قطاع غزة أوضح مصدر بالمطار استقبال طائرات من الأردن وقطر وروسيا والإمارات والكويت هذا بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي حتى الآن بلغ 498 طائرة من بينها 406 طائرات حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر